هل نعمل جدول جدول حقيقي لليوم سواء المرأة اللي بتشتغل برا البيت ولا اللي بتشتغلش الست بيت خلينا أكلمكم في النوطة دي واشرح برا البيت جوه البيت طبعاً تخدي الجدول معك ايه عمل ايه؟ بص يا جماعة في حاجة اسمها بكتب بالساعة والسنة ورقة وقلم كده قدامي مهم اليوم والليلة إما بكتبها من بالليل الناس اللي هي ما بتحبش تكتب كتير وتعمل فبتكتب مهم اليوم والليلة من بالليل قبل ما تنام وتدعي ربنا يبرك لها في الوقت والنية بتاعت تعمل نية كده لكل عاجة وتزحى تنفذ الحاجات دي إيه اللي بينكتب بالساعة والسنة وفيه ناس بتكتب بالاسبوع قادي عندي مهم اسبوعية مطلوبة أذا عندي جده عملت باليوم عملت بالاسبوع ويبقى عندك طبعاً حاجات مستهدفة شهرية بس خلينا في المهمة اليومية أنا بسحى مثلاً هسحى الفجر أو فيه ناس بتصحى قبل الفجر تصلي الراقعتين وبعدين الفجر وبعدين أسكار الصباح بنقولها وبعدين الفطار السنيكس الخفيف ده جميل جداً جداً أنا لسه بشرح لكم فيه جزئية الجدول بتاع اليوم فبفتح اليوم بستفتحه هذا عندي مثلاً هاعب من بعد الشروق بتاع مثلاً هذه الساعة بتاعت الشروق بحضر فيها الحاجة بسخن فيها اللبن بتعملي مش عارفة فيها إيه وذكرك وأورادك وحاجتك اللي بتقوليها طيب بعد كده هسح مسلاً الأولاد من إيه صلينا الفجر والكلام ده والكلام ده وقلنا حطينا الفطار السنيكس اللي بيأكله وشوية البقصومات والشاي بلبن ولا مش عارفة بيعملوا إيه أو السندوجش والطوس ده أين كان هيروحوا مدارس هديني بحضر حاجات المدارس والسندوشيات وبقول معاهم أسكار الصباح وهما بيعملوا هما كده هم تبع الدنيا اللي هما بيقوموا بها اللي بيلبس اللي بكويره اللي بيزبط لها شعرها وهكذا الزوج المفروض ان هو صح يوصل ل الفجر برة وخد الود معايا ولا كان عندوك صوبيان رجع من البيت بيفطر الفطار اللي بيحضروا لبسه وحاجة طبعا بتبقى ساعتين هما الدنيا كلها عارفة بس بالراحة وبيدوق لا عايزة صوتك عالي ولا عايزة كنت تنرفزي ولا عايزة كي يبصي تطلعي بره إطار بابا سايبانة وبتاعي بالوب بقى العيل ماشي وضميره وبقنبه وبابا وجد بتزعق وقاعد طول النهار متنكد بسبب الوش والصوت اللي الجران والشرع اللي بعد الشرع سمع مش عايزة بالراحة لو نظمتي زي ما بقولك كده بالراحة السندوشيات محطوطة الحاجة فيه ناس بتسلقوا البيت من قبل يوم قبل ما تنام المهم دو بقى مزبطة حاجتك هم ساعتين وبالراحة خالص عشان نفسية الأولاد ونفسية الزوج امتا تخالع وفي سطرة الزبر وفترة تبقى كرسي لا وبعدين يروح بقى ان شاء الله بقى اللي شغالين بره بقى معاه والصوت الواطي ومش عارفة دلع لا مش عايزين كده كتبت خلاص نزل الأولاد سلام عليكم بسم الله توكلت على أولا حول أخوة دا انا رحتي وصلت للباس ولا رحتي وضام اللي بيوصلهم ايا كان استودعتكم الله يا علي لتطبع النظر النظر وصلت زوجت سلام عليكم قفلت بابك قفلت بابك يا الله بينه عايزك بالزبط ربع ساعة هتعملي السبريسو كاك هتعملي النسكافية هتشربلي قاعدة مبتعمليش حاجة وقاعدة بصة في الملكوت وقعد يبص في الملكوت ايه دي خدي فترة فصل ما بين هنا وما بين هنا ايه دي بتح يبص للسماء وتفكر في السماء وتفكر في المصحة في النظر المصحة في عبادة اسمعي حاجة شغالي حاجة هادية محاضرة جميلة بصوت قرآن ربع ساعة عايزك تفصلي وقالي وكده التنفس في الربع ساعة هاد بس ما تناميش بقى نوك ساعة ما تناميش ما تناميش عشان لو نمت الدنيا بتضيع تناميش انا عارف اتكلامنا بتكلم على القاعدة في البيت نفس على اربع عدات كتم عدتين وبعدين طلعي النفس على ثمن عدات تاني واحد اثنين تلات اربعة كتم عدتين طف الشم على ثمن عدات بنعملها الملعيال بالليل عشان يناموا ويناموا يهدوا بالليل ونجلوا من نوم ايه اللي بيحصل عدد زبزبات المخ بيوصل من مئة وعشرين لثمانين ومن ثمانين لاربعين لحد ما يوصل للسيتة من سفر الاربع انا عايزة كده عايزة عدد زبزبات هادية تماما ليه عشان عارف اكمل اليوم نويتي دخلت قلت الاولاد اه قلت الاولاد هاخشها من ثمانية لثمانية وربع الزكر اللي بيتقال فيها انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجيرنا فيه مصيبتنا وخلقنا خيرا منها هتلاقي حاجات ورا السجل وتحت المخدة ومش عارف ايه محطوط هنا وطبعا انا هقولك بعد كده لما الاولاد يكبروا او لما يجوا ازاي التنظيم وتوزيع المهام بتخش كل غرفة لها ذكر ذكر بتاع غرفة زوجك مثلا لا حول ولا قواتة الا بالله الحسبلة سبحان الله والحمد لله ده اسمه ايه ده اسمه العمل المزدوك في عمل واحد اللي هي اسمها قاعدة ايه قاعدة عشرين ثمانين بعمل المجهود عشرين في المية بس مضاعف وفيه اجر مضاعف دي الاجور المضاعفة بعمل عمل ومعه عمل اخد عليه ثواب ادي ذكر او بسمع محاضرة وبحدد كل غرفة ربع ساعة ربع ساعة تحفة جدا بغير ملايتي السرير بتاع زوجي بغير الحاجة الجديدة وبكتب له ورق اعلام ساعة عشان هتنسى نعارفه وتكتبي كده فعلته لله فيك حزبة لله عشان ادخال سرعة قولينه مش عيب مش عيب ان احنا نسبب ما عادي عملت ايه يعني لا اعملت انا غيرت ملايات وعمل عشان انت تفرح تشيل الشربات ولعب الاطفال اللي حيجي يقع فيها ويتكعبل فيها والدبوس اللي دخل فريق كل الكلام ده غرفة النوم لها قدسية خاصة ولها برفنات خاصة لها عطر وبخور خاص لو بتعملي البخور لها امور خاصة وبتقفلي وبتهوى طبعا شوها في الشمس وبعد كده عملتي وعملتي خلاص خلاص بحدد من تمانية لتمانية وربع طب من تمانية وربع لتمانية ونص في الغرفة في الصالون في الريسبشن خلصت الدنيا دي بالوقت من فضلك اسمعي الكلام اللي بقولك عليه بالوقت مكتوب كده لا ما في دماغي اخدها العصفر وطاري حلوة والله في دماغي كل الحاجة في دماغنا بيخدها تخدها الحديات والغربان والطير لا اكتبي اكتبي علشان عارفة الكتابة ايه اسمها صيد صيد الخاطر خلاص كتبنا دخلتي على المطبخ العظيم العظيم ده بقى عايز له محاضرات بقى وعايز له وبصي تحف كده يا هتراجع الورد اللي هو الماضي الجديد الماضي ايوه الماضي الجديد وبعدين الماضي القديم يا هتراجع الورد بتاعك واما تاخد جديد براحتك اما هتسمعي محاضرة من فاش تعودي كده ليه يا شلام بقى ما تعودي لوحدك كده وسيبه نفسك مخك لأفكارك وانت عموله تغسل موعين وعموله تعملي غلط انا بقولك ابا بشرك من دلوقتي مش صح هيبقى فيه تفكير زايد لبعض الامور هتطلعي بعض الافكار السلبية مش هتعرفي الا اذا كنتي من نوع اللي تفكيرك متدرج تصاعدي فينفع انك انت تاخدي فكرة وتبني عليها وبعدين توصلي الحل خطبت الحل اجريك تبني